اشتركوا في القناة ومنها The Beauty and the Beast اللي شفنا بصورة رسوم متحركة عادية خلال السنين اللي راحت الآن فيلم Beauty and the Beast الجميلة والوحش تربع على عرش عالي جدا بعد ما أنتجته فيلم شركة وولد ديزني على إيرادات سينما أمريكية وحقق خلال الافتتاح فقط خلال عطلة الأسبوع إيرادات فقط 170 مليون دولار يعني شوفي قد إيش الكثير لسه هو ما قفلوا أعتقد الميزانية لكن واضح المؤشر قد إيش قوي الفيلم هو الأحدث اللي بيعرض على شاشة السينما في إطار استراتيجية ديزني عشان يحولوا لصوم متحركة الكلاسيكية إلى نسخ سينمائية زي ما صار مع سندريلا وغيرها من الأفلام أنفقت على إنتاج هذا الفيلم 160 مليون دولار غطت خلاص غطت هذا وزادت كمان 10 مليون زيادة من الأرباح في اليوم الأول من المنتوقع أيضا أن نحقق هذا الفيلم للشركة أرباح جدا عالية بأضعاف تكلفته بعد إحصاءات لمبيعات التذاكر ومبيعات اللي حصلت التجارية من خلال تصميمات الملابس الملابس اللي ارتدوها سواء الأميرة بيل في الفيلم واللي بتأدي دورها الممثلة إيما واتسون اللي كثير يعشقوها أو حتى المظهر اللي ظهر عليه الوحش حقيقي نجاح مبهر تضيق تراد يعني نحنا شفنا The Beauty and the Beast بفلام سينمائي كانت جدا كثيرة هذا مو آخر هو آخر فيلم يعني يصدر آخر إصدار ولكن شفنا قبل كذا ما عرف اش فضول الناس اللي كل مرة نفس القصة بس الأشخاص ممكن يتغيروا في كل فيلم جديد بنشوفه ولكن هي في النهاية نفس القصة وبرضه بنروح وبنتفرج عليه أقول لك إيش؟ مو فضول أتوقع مو فضول أنا بوجهة نظري أكثر مما أنه العين تبغى تشوف الشيء الجديد الكواليتي من 3D من جسيدة للشخصيات من ملابس لأنهما ممكن نفس الفستانة الأصفر حقها لكن يزودوا الديتيلز يخليوها عصرية على نفس الزمن اللي احنا فيه وهكذا لبس الوحش نفس الشيء يصير فيه تجديد وحتى ما يكون مرعب زي ما كان قبل أو أكثر رعبا على حسب بس حقيقة أنا شفته ممكن ثلاث مرات هذا الفلم بلالكي بس مو الجديد القديم أنا ولا مرة لا لأ فلم كرتون ولا هذا لا يبغى لك تشوف الجديد لأنه حقيقي حلو روح لخبري الثاني الموجود معي اليوم تقريبا هو من أغرب الأخبار اللي راح أقول لكم هي اليوم لمصفف شعر يستخدم أفعى ضخمة كموظف لتدليق الأعناق والدولة وكثير من نشطاء ومواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يوضح استخدام مصفف شعر ألماني لطريقة جديدة ومبتكرة وقال إنها فريدة من نوعها ومو موجودة غير عنده أكيد لتدليق أعناق الزبائل باستخدام موظف تدليق أعناق الزبائل من نوع لم يألفه أحد في السابق إذ يقدم لزبائنه تدليق خاص لأعناقهم باستخدام أفعى ضخمة فبعد أن يجلس الزبون زي نحن شايفين في الفيديو على كرس الحلاقة يلف فرانك الأفعى على عنقه برفق لتبدأ عملية التدليق وأيضا قار مصفف الشعر معلقا على قدمته الجديدة لقد خصصنا يومين في الأسبوع لإجراء مساج مجاني لزبائنه باستخدام الأفعى ويشهد الصالون ازدحام ملحوظ بالزبائن في هدين اليومين للحصول على هذا المساج المميز وأيضا أضاف أنه جسد الأفعى التي يبلغ طولها حوالي المترين يتكون بمعظمه من العضلات وهذا ما يجعلها مدلكا مثاليا لعضلات العنق ما حدد أي يومين؟ لا صح ما حدد أي يومين هو قال بس يومين في الأسبوع شكرا ويكند للأسف مني فاضي إلا ويكديز لكن يلا ما في مشكلة لا يا شيخ أنا أساس أنك حتى لو فاضي حتروح مثلا عند الصورة لي وأنا مسكرة للتعبان وأنا صغير وأنا عمري أيوة أيوة نحن نمسكه عادي حتى أنا عند صورة نفس الصورة هذه يا طرال في حديقةنا العام حديقة عامة في المغرب كلنا نبسنا الأفعى على رقباتنا هذه الصورة لازم تكون موجودة حقيقة كان إنجاز وكتابة بيصفكيك على الفكرة شهد تعباني يتلفح على رقبتي براكتس انجلي إيش هذا بالضبط من يعرف يعني أنت تقنعني أنك راح تسويها مثلا أيوة والله أتاريك هذا الاسم اللي لابد نحن نركز على أكثر من الثعابين هو شعار لمهرجان جدة التاريخية واللي بتحتضن نركزه معايا في التاريخ 30 مارج إلى 8 أبريل هذا الوقت أو هذه الفترة اللي راح تحتضن مدينة جدة فيها الفعالية في مهرجان جدة التاريخية في نسخة الرابعة بعنوان أتاريك اختارت طبعا لجم منظمة هذا الاسم ورجعت هذه التسمية إلى استخدامات الأتاريك في إضاءة المناسبات يتعرف الأتاريك اللي هي زي الفوانيس الزمانية لكونها رمز من رموز الفرح الحجازي وحيث جاءت ذلك استجابة لتوجيهات محافظة جدا بضرورة تطبيق ألية جديدة تتمح ورحول تغيير شعار المهرجان بشكل دوري عشان كل سنة يصير فيه شعار وهذا شيء جميل جدا حلو أن الواحد يتجدد ويشوف أموره كثيرة يعني بلاش نحن في شكل معين في شكل بوابة أو شكل يعني هندسة معمارية معينة حلو تريك أكيد وكمان حلو الأشياء اللي ذكرنا بالماضي وذكرنا بماضينا الجميل وماثرات الحجازي أكيد عموما المشاهدين خلونا نروح لخبري الأخير ومعاي دراسة ممكن نستربها كثير لأن الدراسة تقول أنه الموسيقى الحزينة تحسن المزاج وفسرت أكيد دراسة علمية حديثة السبب وراء ميل الكثيرين إلى الاستماع إلى الأغاني الحزينة بشكل عام وكمان قالوا أنه الاستماع إلى الموسيقى الحزينة يزيد من إفراز هرمون البرالاكتيلين في الجسم البرالاكتيلين برولاكتين الله عليك يا عنوز في الجسم هو المسؤول عن إحداث التأثيرات الإيجابية على مشاعرنا وأيضا أكد الباحثون في مركز العلوم المعرفية أن الأكثر عرضة للموسيقى الحزينة هم أكثر تعرضة للاختبارات العصبية من غيرهم ويزيد لديهم هرمون البرولاكتين أوكي وأوضح أيضا أنه يتم إفرازه في الحزن الشديد لأنه يعتبر مهدئ طبيعي للأعصاب وأيضا يسهم في تقبل الأمور وتحسين المزاج أوكي بس أنا أتوقع الصراحة طراد يعني إذا شفنا ناس بيسمعوا موسيقى حزينة نقول إيش الحزن اللي فيهم هذا ما ترينا أنه بالنهاية بعد الحزن رح يكون مبسوط جدا وبيهدئ أعصابه من موسيقى هذه أعتقد أخذينها من حكاية الواحد لما يفرغ طاقس البيئة بالدموع وبالبوكة خلاص تبدأ الدموع تغسل بعض الأمور اللي الضايقوا فيبدأ يرجع حزينة يعني هي زي نسبة تناسب عندنا حزن عالي فلازم عشان ننزل هذا الحزن فإيش نسوي؟ نبكي تنزل دموع فتنزل نسبة الحزن الله عليك إيش رأيك؟ لا أنا باك تفسر معاهم صراحة حكيم يا شيخ حكيم والله بس أنا أقول لك حاجة لا ما لدخل ما لدخل هي بتقوله أبدأ ما لدخل يقولك أنت لو تسمع لموسيقى حزينة هذه الموسيقى بتفرز هرمون البرولكتين احفظوها يا جماعة حفظيها أنت أول هذا الهرمون فتها هذا الهرمون هو اللي بيهدي لكم العصاب وبيحسن من مزاجكم كثير بس أنا ماني مع أبدا واللي سواها فاضي 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 يعني فاضي قال لي الله خليني نخترع زي باقي الدراسات في وجهة نظري الشخصية يعني ممكن تكون صح لكن أنا ما أمي لأنه طيب أش رأيك تجربها؟ إيش حالات الإغانة الجميلة والموسيقى اللي هذه طيب حنفصل بس تجد نتناقش في نقطة مرة من المصارحة أنا مغمون فيها نتناقش بعد الفاصل طرات هل نطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل لا تروحوا بعيد بس والله من جهة اشتركوا في القناة